اسلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم مصدقائي في المرحلة التانية من اتمام مشروع الخاص بعرض الصور ثلاثية الابعاد والنص يكون بهية التعقب للصوريات والاستفادة القصوى من تأثير المورف او الانتقال تحول التدريجي باللغة العربية الان كيف ممكن نضبط هذه التأثيرات حتى نطلع بافضل مخرج لعرض الصور وايضا لعرض النص المرافق والمتعقب مع الصور تماما تابعوني بهذا اللقاء حتى النهاية اهلا بكم مصدقائي مرة تانية في تصميم محتوى الاحترافي والابداعي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت ومتل ما تكلمنا في المقدمة هذا المشروع مقسم فقط الى فيديوهين اللي ما تابع معي الفيديو الاول رح يكون موجود بوصف هذا الفيديو لحتى نتعلم كيف تصميم صورة سلاسية الابعاد تمام وكيف نحن نضبط هذه الصور للاستفادة باعلى درجة من عرض الصورة وتعقب النص مع الصورة لعرض الافكار بطريقة احترافية وابداعية وفريدة وحصرية على المستوى العربي بالعموم. طيب افترض الان هذا هو الموقع يلي نحن حملنا منه الصوريات وانا بدي اعمل الوصف عن لاقط هاي الصورة عن الشخص يلي لاقط هاي الصورة افترض مثال يعني انه نحن رح نعمل البروجيكت او المشروع على هذا الاساس. طيب الان على سبيل المثال خلني اختار وليكن اي صورة لما اشرح اقلم بالموضوع بالضبط تمام? نحن عم نتكلم عن ايش? عن الصور بالعموم. فخلني اختار على سبيل المثال هذا الوصف او عنوان مع الوصف. مسلا هذا العنوان اقوم بنسخه نسخ. وبتوجه الى برنامج الباوربوينت وبتوجه الى وعندي اللي هو فن الكلمي او ادراج مربع النص سواء هاد ولا هاد. فيك تختار ما تشاء لادراج النصوص. ما عندك اي مشكلة بالموضوع. بعد ما لسخنا النص راح نقوم باااا شريط الادوات الخاص او من قائمة الهوم او شريطه الايسي. راح نغير لون الخط وزا حبيت تتغير بانواع الخط ما عندك مشكلة. وعنده هون كمان حالة الاحرف فيك تغيرها. تمام? خلني اعملوا ان يكونوا على سطرين تحت بعض. تمام. في عندك الفراغ اللي هون بنقوم بازالتهم. وبنختار يكون عندي اياه التوسيط. خلاص الان موضوع ضبط النصوص بطريقة جميلة ما فيها اي مشكلة اطلاقا. تمام. الان ازا حبينا يعني اكتب عنوان بالاعلى اللي هو موضوع ممكن اعمل الشريحة او عفوا لمربع النص نفسه. ومنكتب اللي هي المدينة. بس نكبر نحن حجم الخط او نكبر الاحرف. تمام بهذا الشكل. وبنقوم بتزيين الكلمة بما يتناسب من عرضها على ايش? على السلايد. واللي يكون معي بالمنتصف. وراح نتكلم انه عن الاشخاص اللي لقطوا صور لمدينة. فقط يعني انا محتاج منكم هذا كمسال فقط لا غير. منحدد مربعين النص مع بعض البعض وبختار كنترول زائي جي لحتى يصيروا معنا ايش? يصيروا معنا جروب. كلام جميل لحد الان. الان راح اعمل للشريحة. لاحظ للشريحة. بالشريحة رقم واحد. هذا النص راح اسحبه لوين? للخارج. اسحبه للخارج. تمام? وهذه الصورة راح نعطيها وضعية الافتراضية. اللي هي نوعا ما يعني تكون يعني مش مائلة. خلاص وضعية افتراضية. اه بهذا الشكل. طبعا احنا هون كنا ماخدين الانتقال المورف متل ما انا شايفين. الان احنا لو شغلنا الشريحة. نلاحظ معنا كيف راح يصير معنا الوضع. مشغلين الشريحة بوضع الافتراضي. راح اضغط بالمصطرة او يعني بالاسهم. او بالماوس ما عندك مشكلة في الموضوع. ليدخل معنا النص طبعا كله بتأثير المورف. ولتغير معنا الصورة الى سلاسية الابعاد. الان راح نتمم نفس الموضوع. تمام? بنفس اللياقة اللي نشتغل فيها الان. على الشكل التالي كيف ندخل كل النصوص ونغير بعرض الصور. الان هذا النص بالشريحة رقم اربعة والشريحة التالية عفوا هو اللي قصدته انا. بغض نزع على الترتيب. النص راح اسحبه اللي عندي اياه لهون. اه تمام. بس خلني اختملنا اول شيء ديبليكيت. ديبليكيت. تمام? هذا النص راح يغادر عندي اياه لهون. تمام? وعندي الصورة راح احركها لهذا المكان. ونعمل تكبير للصورة. وليكن مسلا بهذا الشكل. تمام? طيب. الان برجع بجيب هذا الشكل. كلمة طبعا نحن فكت نجميع عنهم. مع جي. وكلمة كلها من الغيها. تمام? الان راح ناخد وصف عن احد الاشخاص اخذ احد الصور. وليكن على سبيل المسال عندي هذه الصورة. مسال. من الشخص يلي التقت الصورة وليكن? فانا بجي بحدد. بحدد اه التكست كامل يلي هون. تمام? وبجي الى برنامج بعمل كنترول زائد اي وكنترول زائد في. طبعا بامكانك تنقب اليمين وبتعطي يعني ازلت الارتباط اللي اخدناه من وين? من الموقع تماما. ورح ناخد اه اه لون دلخط هو الابيض. تمام? نصغر شوي. حجم الخط. عنا هون ناخده على السطرين. كونهو في عندك سلوجن او وصف. تمام? وهذا النص الرئيسي بجعله حرف كبير. نختاره بولد. عنا هون سطر فارغ منا محتاجينه. اه ممكن تعمل توسيط ما عندك مشلم. ممكن تعمل يعني يتزين في الطريقة الانت بتناسبك ما عندك اي مشلم بالموضوع. الان اه الشخص يلي التقت هذه الصورة بتاعية المسكليتة والخضرة. تمام? بدي يعمل اداة التعقب. اداة ايش? اداة التعقب. فلا هيك. انا بتوجه الى ومناخد من شب سري الاشكال. وشو بنختار شكل البيضاوي. وبرسوا مع مفتاح الشيف طبعا دائرة صغيرة. بجعل لها يعني يحاطة باللون الابيض. وبدون تعبئة. اما ليحاطة نعطيها شوية سماكة. عشان يكنها واضحة ايش? على الشكل او الصورة. تمام? عشان تضح معنا. از كان رسلناها لوين ما كان. يكون ملامحة واضحة. فبنعضي شوية سماكة. ازا حبينا نعمل شوية تعزل للتكست. يعني عفوة للدائرة عن الاشكال او الصوريات اللي يكون فيها بهوت باللون. يعني اللون بيكون كاشف. ممكن نستعين بالظل. يعني نعمل تمام? بحيس نعمل فقط موضوع العزل. ويتبرز معاي الدائرة بشكل جميل. يعني متل ما انا شايفين بالضبط الان. يعني عملنا عملية عزل واضفنا لها الظل. طيب. الان راح نسحبها ونحطها بمكان مسا مناسب واللي يكون بهذا المكان. تمام. نتوجه لانسيرت. ومنشيبس اللي هي اشكال. وبناخد خط رسم عادي يعني بدون اي انكسارات اي شيء. طبعا هذا الموضوع بعود للك. حيب تختار خط اه منكسر. الموضوع عندك كمان بتحب تاخد خط اه يعني مستقيم ما عندك اي مشكلة. ففيك تجرب الاول فيك تجرب التاني. لكن بالاصدارات الحديثة للأوفيس. نقاط التعقب موجودة هون. لو كبرنا شوي. اه هذه نقاط لارتباط. بتسهل عليك العملية كتير لما انت بتغير مكان الاشكال. فخلني انقر واسحب. ونعملها ربط مع هذه النقطة. اه تمام. لاحظ الان هو عطاني ايش? عطاني هذا النموزج. الان بختار تمام باللون الابيض ومنعطيه سماكة اللونية. تمام? شان يبرز معنا. وزا حبيت بنفس المبدأ تضع ظل. ونعمل منطقة العزل ونقلل الشفافية. تمام? ايضا لمشي بالموضوع. الان برجع الى الدائرة وبعمل التفاف للدائرة. اه لاحظ 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 هون الجمالية بالموضوع. تمام? بشان يكون موضوع منطقي بيه بالمية. بنعمل الانتفاف للدائرة. تمام? انت وين حابب يعني انك تختار اه المركز الانتقال. فبنعمل الانتفاف الدائرة فانا بعتقد انه هو الان اجمل شيء ممكن احنا ايش نختاره. ممتاز كلام جميل للغاية. طبعا اولا احدد الدائرة اضغط او وبحدد القطعة المستقيمة وبحدد مربع النص وبختار زائد جي وبختار زائد سي. تمام? باجي الى الشريحة السابقة وبختار كنترول زائد في. وبسحب هذا النص بنسحبه الى خارج شريحة. لكن يجب ان يكون موجود ضمن تصميم الشريحة السابقة. خلنا نشوف معاين ايه من البداية ونشوف كيف صار معنا التأسيرات. تمام? طيب اضغط على سبيس. نرجع معنا النص بهذا الشكل. برجع بضغط على سبيس مرة تانية. اه راح نشوف الان هذه هي الجمالية. ممتاز. الان بكل بساطة بعمل يعني شريحة تانية. الان كل ما هو مطلوب لنا ان هذا النص كامل راح نسحبه لوين? الى الخارج بالمرة. وبعمل منه ونسخة تانية. لهذا راح نايش? راح نحن نعدل عليه. تمام. والصورة باخد له وضعية تانية. ولتكن بهذا الشكل. منكبر مساحتك كمان شوي. مشانا نصل على الضوء. مسلا على صورة تانية. وليكن. بس حبا لهذا الشكل. تمام? وزا حبينا نعمل له يعني التفاف اكتر. استدارة اكتر بالطريقة اللي بتناسبك. الان الصورة اصبحت وجميلة للغاية. ولا يقع متحكم فيها جميلة جدا جدا. الان هذا النص طبعا هو موجود عبر نحن قبل شوي سوينا الآن بفك الضغط لحتى نعمل يعني تحكم من جديد. تمام. طيب اول شيء للدائرة الصغيرة بسحبها الى الصورة المعنية. ومنلاحظ انه من الجمالية من الخط المستقيم ايش? بدأ بالتحكم او بالتعامل معها. لان في نقاط ارتباط موجودة. كل ما مطلوب منك الان انك تعمل هذا الاعكاس للدائرة. اه تمام? مشان ناخد الموضع الجديد وما يكون في عندي انكسارات كثير. تمام? اغير فقط يعني بالالتفاف او للدائرة. راح نغير النص الموجود وبتاخد نص تاني يعني لصورة تانية او لمصور اخر التقط صورة تانية. خلنا نشوف مسلا اه اي نص مش مشكلة الان. خلني اختار وليكن هذا النص. وليكن تمام. كنترول سي. بغض النظر يعني الاسم كان قصير فلهيك انا غيرت رأيي اني اخد ذاك النص تمام. برجع الى برنامج وبنعدي للعنوان كنترول زائد في. راح اعطي انتر هوني عشان بس اني انا افصل النصوص عن بعض البعض. وبإمكانك انك ترجع تختار ناسخ التنسيق لنفس التنسيق النص السابق. تمام ومنضيف التنسيق على هذه الكلمات. وباخدها بالحرف الكبير. ازا حبي تتلونها حبي تعمل اي شيء على بالك ما في اي مشكلة بالموضوع اطلاقا. الان بعد ما اتمينا موضوع التنسيق كامل برجع بحدد مع مفتاح كل هذه الاشكال يعني الدائرة مع المستقيم مع النص. وبختار كنترول زائد جي. وايضا لا تنسى برجع بختار كنترول زائد سي. وبرجع هذا الشكل في مكان معين. وليكن على سبيل المسال راح يكون معاي بالاعلى. لكن لازم يكون بالشريحة السابقة. وهذه هي الملاحظات. نرجع نشغل مرة تانية. خلني اشغل بالشريحة الاولى. وليكن. تمام? اعطي سبيس. تم دخول النص. تمام? اعطي سبيس. هذه دا التعقب للصورة الاولى. والتعقب للصورة التالية. تمام? بهذا الشكل ممكن تكمل مشروعك بشكل كامل مع استعراض الصور من التركيز الصورة ثري دي. واداة تعقب النصوص بالاستعانة بتأثير الانتقال الشهير والرائع تأثير المورف. او تحول التدريجي وتبني بنيت مشروع متكاملة تعرض فيها افكار. تعرض فيها اجزاء اه فقرات معينة اعداد. كل ما يخطر ببالك ضمن احد اقساب المشروع. او ان يكون مشروع كامل تستخدم هذه الطريقة. طبعا نحن بالاخير نعمل طبعا هو بيكون اخر شيء. اه تمام? طبعا هيدا بالشريحة الاخيرة. هذا النص راح نقوم الان بانزياحه الى خارج السلايد. والصورة بنرجع بنصغرها شوي. خلنا نصغر الصورة. تمام? وبرجأ باخذ لها بطريقة معينة او استدارة بطريقة معينة. ونصغرها كمان شوي. لاننا محتاج الان كل الصورة يكنها موجودة ايش? على السلايد. تمام? واللي يكون مسلا. خليها بهذا الشكل. وبرجع برجع كلمة الرئيسية. تمام? او العنوان الرئيسي للقسم او ما شبه زلك نفس المبدأ. لما انا ببدأ بالدخول وبنهي بيئة الخروج. تمام? خلنا نشوف التأثير كيف صار معنا. هذه طبعا هذا هو التعريف انو راح نتكلم عن مصورين التقط وصور رائعة للمدن. تمام? ونستعرض الصورة الاولى اسم المصور مع ما مسلا بعض السلوغن او الوصف عنه. على مصور التاني او مصور التالت بعد ما انتهيت تجي الى اخر الشريحة. بترجع بسارة العنوان ايضا بطريقة بسيطة وجميلة واحترافية. اتمنى ان شاء الله اكون قدمتي حضراتكم من شيء جميل والنافع واللايق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوا لي من التفاعل والدعم. القاكم على خير واترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة